اشتركوا في القناة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام أهلاً فيكم حبيب قلب يا رب تكونوا بألف خير وأحسن حال يوم جديد وفيديو جديد وريتين جديد إن شاء الله يا رب كده الفيديو عجبكم حاب أقول قبل بنبدأ الفيديو مع بعض لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ناجوة سالم ودي قناتي فضلاً وليس أمره لو مش مش تشاركين في القناة اشتركوا في القناة فعالوا بجرس وتدوسوا على كل عشان توصلوكم وكل الفيديوهات اللي بنزلها كتير بصوا الفيديو ده آخر فيديو لي أو آخر روتين لي مش يعني مش هنزل روتينيات خالص أو أنا هسيب خلاص القناة لأ خالص إن أنا هعمل إيه الفترة اللي جاية دي كلها ممكن هقعد فترة حوالي مش عارفها يعني الله أعلم بس إن أنا هقعد فترة إن أنا منزلش روتينيات دلوقتي خالص عشان خطر ظروفي الصحية إن أنا عامل عملية وكده في حاجات ممنوع منها خالص ما ينفعش إن أنا طبعا نعملها عشان كده مش هنزل روتينيات أصلا دلوقتي ممكن أنزل حاجات تاني لكن الروتينيات مش هقدر أنزلها في الوقت الحالي خالص بالنسبة للروتين ده اللي إنتوا شايفينه متصور يعني عايز أقول لكم ليه فترة مصورة بس طبع الفترة اللي فاتت دي كلها أنا كنت تعبانة خالص وكنت طبعا عند الدكاترة وإشاعات وتحليل والحاجات دي كلها وكنت تعبانة ما كنتش أقدر إن أنا أعمل الفيديو خالص أو حتى إن أنا أقدر أمانتج أي فيديو فكنت رأيك إن الفيديو ده خالص وكمان ليه فترة لو حابين ترجعوا للقناة هتلاقون ليه فترة إن أنا ما نزلتش روتينيات على القناة خالص وكمان من كمين وكده نزلت فيديو صغير جدا عن الملائي أو حوالي دي أو دي أو نصر بالضبط مش متمنتج ولا أي حاجة من الفترة دي كلها كنت أنا تعبانة ولما عملت العملية وكده وبدأت الحمد لله أستعيد صحيتي كده وأقدر إن أنا أمانتج الفيديو ده فأروحت على طول منتجة الفيديو ده وبدأت عشان خاطر أن أنزل لكن زي ما قلت لكم فترة اللي جاية دي كلها مش هينفع خالص إن أنا أنزل روتينيات تاني بس هنزل حاجات تاني بس حاجات تكون خفيفة وبسيطة عكس الروتينات فاهمين أو ممكن عايزة أقول برضو ممكن لو فيه روتين بيبقى متجمع كده حاجات يعني تبقى أكتر من يوم فاهمين يعني مش معمولة كل حاجة على بعض برضو على حسب يعني على حسب مقدرت يعني على حسب إن أنا أقدر أعمل كده ولا معمش مش عارفة يعني ده كله لسه في علم الغيب فطبعا بالنسبة للفيديو بتاعنا النهاردة أعيز أقول الحاجات العادية الطبيعية اللي إحنا بنعملها كل يوم يوميا الحاجات دي بتتعمل اللي هو المطبخ في ناس طبعا كتير بتزق من تصبين المواعين وترويق المطبخ وحدش بيحب يعني حكاية إن هو يصب المواعين وكده أنا عكس ده تماما أنا بحب أصب المواعين جدا بحب أرويق المطبخ أحب المطبخ يكون رائع كده وهيدي وجمي بعد طبعا ما صبنت المواعين وكل حاجة بدأت أعمل إيه الاستيقار ده وكنت أنا جيبته قبل رمضان فحطيته في أول رمضان يعني تقريبا كده وإحنا لسه في آخر الشوال يعني تقريبا نقوله شهرين فالشهرين ده مش عارفة هو باز يعني كنا زمان بنجيب الاستيقارات دي بتوقع فترة طويلة جندة بنغيرها كده يعني كتغيير ما تكونش بازت ولا أي حاجة لكن الاستيقارات الأيام دي مش عارفة مضروبة أو لاي بالظبط ما علينا المهم إن أنا إيه حابت أخلى على الاستيقار القديم وحط استيقار جديد وغيره كده يعني نتقريبا خلاص الاستيقار اللي أنا جيبته ده هو شهرين بس حاسة إنه هو إيدي بشوية وبدأ يتقطع ويبوز كده وبيتلسع من النار مش عارفة المرة اللي فاتت كنت حطى استيقار على استيقار يعني كنت جايبة استيقار قديم وحطت عليه الاستيقار الجديد وكده فبرده تلسع من النار فأنا قلت برضه عشان أنا حطيت الاستيقارين على بعض وكده فكان بايز أكتر بصراحة لكن ده هو مش بس زي الاستيقارين اللي على بعض لا بس بس حاجة أقول ليه لكده فأنا لقيته كده بايز وحاجة مش حاجة يعني الواحد اللي يجيبي استيقار جديد يعني فارحت جايبة الاستيقار بس عايز أقول لكم الاستيقار ده حرفيا تعامني بجد تعامني بجد مش عارفة يعني بصوا كنا بنجيب الاستيقار القديم كده بتلاقي الظهرية اللي من وراء دي أو الحتة اللي بتلزقي منها من وراء دي عليها وراء عادي تقدر تخلعيه خلاص مرقي شايفاه عادي تقدر تخلعيه لكن الاستيقار ده بصوا من وراء اللزق بتاعه أو الظهرية بتاعته كده شفاف هتشوفه كده في النهاية كده بعد ما نلزقه كده شفاف خالص فعشان كده معرفتش هطلع ده هل بيتلزق مش بيتلزق كنت محتارة قلد ده خلاص ده مش بيتلزق انا مش لقي حتة اخلع الحتة الشفافة دي منها خالص قلت لأ ده مش بيتلزق ممكن اجيب سلوتيب اجيب اي لزق الزق هنا بيه وخلاص على كده ورحت مجمع كل اللي في البيئة تعالوا ساعدوني انا محتاجة من بساعدة وكده رحت جايبان كلهم وبعد ايه اشوف ده فيه انا مش شايفة ولا ايه بالضبط مش عارفة اوصل لنتيجة بجده هو كان متعب فالحمد لله كده عرفنا نوصل للازق ده ونخلعه كويس وبعد كده بعد ما خلعناه وبدأنا نركبه زي ما انتوا شايفين كده بس زي ما قلت لكم انه هو متعب بجد يعني يعني صعب انك انت تكتشفي انك انت ازاي تخلعه اللازم الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي وعدناها الحمد لله فخلصنا كده المطبخ والمطبخ بقى تمام طبعا انا ربتش كل حاجة زي ما قلت عشان انا مش بحب ان انا اقرر لكن تصبيل معين ده ده بتتكرر تلقائي على طول يعني معين بتتصبني يوميا لا بيتبقى مرة واثنين وثلاثة في اليوم يعني مش مرة واحدة فالموضوع الموعين ده امره مفروغه منه بعد كده اروحت بدأت اجيبه اجيب السلم من اوله لاخره طبعا محبيتش اجيب طبعا السلم من اوله لاخره بصوا بعد ما اجيبت السلم وكنست السلم وكل حاجة بدأت اكنس كمان المدخل بصوا وانا بكنست كده كان فيه هوا الهوا طبعا بيرجع كل الكنست فيها بيرجعه اروح ارجعه طبعا تاني لورا اجيب اللي انا كنسته تاني وارجعوا الهواء وارجع اجيبه القدام يعني كان الحمد لله برضو متعب مش عارفة كان يوم التعب والاي بالظبط مش عارفة يعني فالحمد لله برضو كان اسسوه وخلصتوه بعد كده جيت الجردل وحطيت فيه مية وبعد كده حطيت بدأتي امسح بالشر شو بعد ما بامسحه كده لازم الواحد ايه بص كنت هامسحه وانا بمية وكده جيب مية وكده امسحه فحسيت ان انا يعني كنت لسه هدخل في مرحلة التعب فحسيت ان انا لسه هتعب شوية كده وقلت لأ بلاش ان انا اجيب المية واشد المية والمسحة وكده يعني ما في الشيء ينفح خالص فعشان انا متعبش ويتقل علي التعب اكتر من كده فقلت اتجنى به ان انا ان انا امسح بمية فبرضو زي ما تقول كده ما فيش مفرد من المصير التعب جاي جاي فمعرفش ان انا بعد كده كنت هتعب من غير اي مجهود من غير اي حاجة لقيت نفسي تعبت بمرة واحدة وخلاص استسلمت يعني بس الحمد لله عدت المرحلة دي بكتير الحمد لله يعني ممكن انا تحسنت يعني عن الاول الحمد لله الحمد لله فينعم الحمد لله الوحيد يجي بعد كده بعد ما خلصت طبعا المدخل ومسحت وكل حاجة يجي للحمام الحمام طبعا لازم الواحد بيعقمه كل اسبوع لازم بتعقمي الحمام كل اسبوع من البكتيريا من اي حاجة معضية من اي حاجة لازم الحمام بيتعقم بتعقميه بكلور بجيب كلور ممكن بجيب اساس كلور زي كده ممكن بجيب كلور سايب المهم لازم بيكون فيه كلور وعقم بي الحمام بعد ما خطيت كلور برضو رحت جايب سلكة ورحت جايب بريل وبدأت تدعك فيه في المراية في الاول كده وبعد كده اخذ الحوض يعني المعنى صح اخذ كل حاجة بالتدريج والسلحات ادعكته مرة واثنين وثلاثة كنت ادعكه وارجع اشطفه وارجع ادعكه واشطفه مش هو مش حشان مش بينضف بسرعة لا هو بينضف بس زيادة تأكيد وكده يعني كمان وانا بادعك كده مش بحب بقى امسك السلكة بايدي مباشرة كده بروح جايب بقى كيس او بجيب جلافز ما عنديش جلافز بجيب كيس وبحط ايدي في الكيس كده وامسك السلكة وادعك بيها ما حبش في الحمام القالص ان انا احط ايدي مباشرة على السلكة وادعك بايدي مباشرة خالص مهما كان نظيف مهما كان نظيف مش بحب بعمل خطوة دي خالص غير لما بكون لابسة اي حاجة في ايدي كمان عايزة اقول لكم ان انا مش استعملت كيس واحد استعملت حوالي تلات اكياس وكل شوية بحس ان الكيس خلاص بز مني بروح اغير التاني بعد كده بعمل ايه التنظيف العميق ده عايزة اقول لكم ان هو بيريحني خالص يعني انا بعمل التنظيفات العميقة دي كل اسبوع مرة في الاسبوع كفاية جدا وبعد الاسبوع كله مش معنى كده ان انا مش بنظف الحمام وخالص لا بيتنظف بس بيبقى تنظيفات بسيطة اللي هو ايه ما تاخدش فيه ثوان دي كده يعني دي او اقل من دي اكده بتنظيف الحمام بيبقى محافظ على شكله عشان كده الواحد بيعمل التنظيفات العميقة عشان المكروبات عشان اي بكتيريا اي حاجة بتخلصي منها على طول كده بيبقى الحمام بتاعك نظيف على طول مش بيبقى متراقل خاصة بسوا الحيطون اللي هو المتر اللي بقى فوق الارض ده بشوية اللي هو بيبقى ايه مكان الشوار وكده بيبقى فيه طبقة من الجير طبقة من الجير ده بتسيبيها بتتراقب على طول كل ما بتسيبيها بتتراقب وصعب خلص لكده تطلعيها صعب صعب جدا ايا كان طلعتيها بعد شوية كده بعد ساعة بتلاقي ايه رجعت زي ما ايه بتحسي بعد ما بتدعكي وتقطي مية وتشطفي وكل حاجة لكن بعد ساعة بتلاقيها رجعت زي ما ايه فعشان تتخطر مرحلة دي بتعمل ايه بتصبيني على طول بتبقى ايدك على طول في الحيطة او في الحمام عن مثل متنظفي على طول تتعاكي الحيطون على طول وبكده بتحفظ عليها زي ما شفتك ده انا جبت الفرشة الفرشة دي بتاعت الحمام خاصة به دعاكت الارضية وبدعك كمان للحيطون الجزء اللي هو نص متر اللي هو قبل الارض ده بدعكو كله عشان خطرت زي ما قطرتكو طبقة الجزء ده ما تتترقمش تترقم عليك هتبوز على طول خاصة بص التنظيفات العميقة كده اللي كنت بتجيب اي منظفات بتستعمليها في الحمام تدعاك الحمام وتنظاف الحمام بيها بيكون افضل واحسن بتحفظ على شكل الحوض بتحفظ على شكل الحمام بتاعك خاصة الحاجات اللي انت حطاها في او الحوض وكده مايبقاش لونها ميدي على صفار لونها اصفر كده ليه بيبقى مش نضيف بيبقى مترقم عليها الحاجات صعب ان كنت تتنظفي عشان ما توصليش للون اي حاجة عندك تبقى لونها اصفر ويبقى مسك فيها كده لأ تتخاطر مرحلة دي خالص وان كنت تتنظفي يعني بصوا العشر دعائل هتاخدينهم في الحمام اسبوعيا هيريحوك تلو اسبوع هيريحوك هيريحوك كده أنا على طول ليه بيحفظوا على الشكل بتخلي الشكل عندك تحس ان الحاجة بتاعتك قعدة جديدة مفيش حاجة بازت مني كل حاجة معافظة عليها جديدة زي ما هي التنظفيات العميقة بيجد حلوة جدا جدا في اي حاجة مش في الحمامة بس في اي حاجة التنظفيات العميقة يا جماعة بتخلي الدنيا عندك رائعة بتخلي الدنيا عندك هادية تحس انك انتي ما عملتش مجهود كل حاجة بتبقى منظمة مرتبة عارفة لو حاجة جدد جديد يعني في حاجة انت عايزة تعمليها وضفية بتكون بالنسبة لك سهلة انتي تنظفيات العميقة دي بتعمليها عادي كل اسبوع عادي ممكن حاجة عايزة تعمليها جديدة عايزة تحط حاجة جديدة عايزة تزيد في حاجة عايزة تضيف في حاجة فبالنسبة لك كده بيبقى سهل مش غير لما انت تكون حاجات مترقمة عليك وعايزة تضيف حاجة هتكسلي اكيد هتكسلي كسلي تعملي كل ده هتقول لي لا ده انا عند حاجات كتيرة انا مش لما اخلص من ده هدور على ده عشان كده بقول لكم بلاش حد يخلى اي حاجة مترقمة الترقمة جماعة بيبقى وحش 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 بطريقة وحش ازاي ما قلت لكم انا كده بالنسبة لي افضل واحسن بصوا لو وصلت لحد هنا في الفيديو نزلتها تحمله لايك للفيديو عايزة اقول لكم ان انا طبعا بعد ما نضفت الحمام كله ونضفت الحوض ونضفت كل حاجة في الحوض وكل حاجة دعاكتها ونضفتها كويس جدا رحت بدأت بعد كده اشطفها بالمية بعد ما رحلت الشطف كده عايزة اقول لكم كمان لو بتخلي الشطف كده وتأخري موضوع الشطف ده بيخلي البريلة او اي حاجة بتخسلي بيها الحطان بتمسك في الحط اكتر فلازم على طول تدعاكي وتروح تشطف تدعاكي وتشطفي كده بيكون احسن بعد ما شطفت ومساكتش اي حاجة بايدي زي ما شفت معي كده كل حاجة انا مسكها بالكيس يعني السلكة مسكها بالكيس المساحة مسكها بالكيس اي حاجة مسكها بالكيس مسكتش اي حاجة بايدي كمان الارضية دعاكتها بالفرشة ودعاكت الحطان بالفرشة ايدي منامستش اي حاجة بمعنى اصحب وفي نفس الوقت طبعا قبل ما بخرج من الحمام بخسل ايدي بكلور زيادة تأكيد مش عارفة كان موقع طبعا ما اخسلش ايدي بكلور خلاص ايدي انا ايدي منامستش اي حاجة زيادة تأكيد زي ما قلت لكم او وسواس عندي فقلت اخسل ايدي بكلور بيكون كده احسن وكده خلصت من الحمام خلاص دي بتبقى اخر حاجة بعملها في الحمام انا بخسل ايدي بكلور وبط بعد كده نيجي لمرحلة الغسيل طبعا مش عايز اقول لكم ان انا هنشره غسيل واخسله كده لا خالص انا حطيت الغسيل في الغسالة ونشرته وبعد ما نشرته على المنشر طبعا نشرتهش في وسطه خالص نشرته على المنشر هلم الغسيل بس طبعا انت هتسيبوني هتمشوا وتسيبوني لمصيري ان انا هتطبق الغسيل طبقي الغسيل مش عايز اقرر موضوع ان اهتطبقته طب كده مش هتطبق الغسيل معاكو خالص زي ما قلتلكو انا هسيبكو كده في امان الله ورعاية الله وعايز اقول لكم باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اروح اعمل ايه اطبق الغسيل تحياتي نجوه السلام